بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيدة الرئيسة، مرحبا بالسيدة الوزراء على كل سؤالي بسيط ووضح، إن شاء الله سيد وزير حق الإنسان يقدمنا الإجابة بكل وضوح أن السؤال هذا كنت منذ أشهر تقدمت به للسيد الرئيس الحكومة أو من ينوبه وقد تفضل مشكورا سيد وزير حق الإنسان بالحضور والإجابة إن شاء الله السؤال شو يقول؟ يقول أنه لماذا لم يقع إحالة مشروع تنقيح المرسوم عدد واحد الصادر في 19 فبري 2011 الخاص بالعفو والتشريع العام، خاصة وأن مشروع تنقيح هذا المرسوم قدمه السيد وزير حق الإنسان في المجلس الوزاري وقد نوقش عدة مرات في المجالس الوزارية إذن نحن كأعظم أنا شخصيا كأعظم مجلس تأسيسي وكرئيس لجلس شهداء وزرح الثورة وتفع العفو العام وهذا يرأي جملة من زملائي داخل هذه اللجنة نسأل لماذا لم يقع إحالة يعني لماذا لم يقعوا هذا المرسوم لمناقشته داخل اللجان التشريعية الهامة المختصة بهذا الموضوع إذن نسأل الوزير لماذا لم يقع إحالة هذا المرسوم الصادر المرسوم الأول الصادر بعد الثورة التونسية شكرا سيد النائبة تفضل سيد الوزير عندك ستة دقائق وإذا احتجت الأكثر أيضا لك لإجابة شكرا سيد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيد النائبة المحترمة هذه القضية على درجة من الحساسية اختبرتمها وتابعتمها كلما طرح هذا الموضوع سواء في وسائل الأعلام أو في إطار التداول السياسي أو حتى داخل هذه القبة سواء بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية التكملية أو حتى عند مناقشة المرسوم عدد 97 في قضية أخرى ولكنها تحيل على نفس التحديات وفي قضايا لا تقل حساسية وأحسب أن النائبة المحترمة قصدت شيئا وترحت سؤال حول موضوع آخر فإن كان الأمر يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد واحد فالأمر بسيط المرسوم عدد واحد يمنح الحق في العودة للعمل والحق في طلب التعويض وقد تضمن خطأا ماديا إذ وردت لفظة قبل 14 جنفي عيوضا عن لفظة قبل 15 جنفي أي أن الأحداث التي وقعت يوم 14 جنفي ومنها المسيرة والمظاهرة الشهيرة في شرع الحبيب بورقيبة والوقف الأشهر أمام وزارة الداخلية غير مشمولة بهذا المرسوم إلا أن ما قصدته النائب المحترم يبدو أنه يتعلق بمشروع آخر مرتبط به وهو المتعلق بالعودة للعمل والتعويض لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو للحق منهم والحديث في هذا الموضوع قد ملأ الدنيا وشغل الناس في تلك الفترة وللأسف الشديد فما قيل حوله وبمناسبته بما في ذلك ما قيل تحت هذه القبة فيه الكثير من المجانب الواقع وفيه الكثير من التوظيف السياسي فعديد الأرقام قدمت وعديد رواية سردت وأغلبها لا علاقة له بالواقع الجدل كان حول أحقية من تعرضوا للمظالم قبل الثورة وشملهم العفو العام أي أنهم إما صدرت في حقهم أحكام قضائية أو شملتهم تتبعات قضائية أحقية هؤلاء في المطالبة بالتعويل في إطار جبر الضرر لا في إطار الإثراء بدون سبب وتعلمون جيدا ما قيل حول هذا الموضوع ورفعت شعارات من نوع قداش الكيلو نضال وهذا زاد مظلمة على مظلمة فبالإضافة إلى أن المئات ما زالوا إلى حد الآن بعد سنتين من الثورة دون عمل ودون تغطية صحية والبعض لا يجد ما يسد به رمقه ورمق أولاده فبالإضافة إلى ذلك يتهمون بأنهم يريدون الإثراء بدون سبب والحال أن لا صحة لذلك ما تم القيام به منذ تلك النقاشات إلى حد الآن على أكثر من سعيد بعضها كان بناء على ما صدر عن هذا المجلس بخصوص الانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية لجرح الثورة وعائلات شهدايا جرح الثورة وفرد من عائلة كل شهيد والمنتفعين بالعفو العام وقد انطلق تفعيل ذلك بالطبع في خصوص الجرحة وعائلات شهدايا ولكن أيضا في خصوص المنتفعين بالعفو العام من خلال اللجنة التي شكلت للنظر في هذه المطالب تلقت 6.895 ملف ترشح 4.551 للمنتفعين شخصيا 2.394 هي في إطار إحالة الحق وتم إرسال 1910 ملفات إلى الإدارة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة التي تولد إرسالها إلى الوزارات المعنية وفق تقسيما لا فائدة في الإطالة عليكم بذكره أما بخصوص جملة الملفات التي تلقتها وزارة حق الإنسان بخصوص المنتفعين بالعفو العام فعددها 11.514 موزع على 24 ولاية بالإضافة إلى تلك الواردة من الخارج وتتعلق جملة من الملفات بالعودة إلى الوظيفة العمومية 2547 ملف منهم 2455 في حالة مباشرة 54 أحيلوا على التقاعد وتسعة وثلاثين لم يباشروا مهامهم وقد عمدنا منهجيا إلى تقسيم تلك الملفات إلى ملفات عاجلة وأخرى لا يجب التدخل فيها في إطار الاستعجال فحددنا 2050 حالة يجب التدخل بصورة عاجلة لأسباب اجتماعية وصحية أما ما زاد على ذلك من نقاش فسيعود إليه المجلس لاحقاً وبصورة أكيدة في الأسبوع القادم شكراً لكم